حلقة أشارنا إلى تغيير مجلس إدارة الاتحاد الكرة وتولي المهندس هاني أبو ريدا ومجلس إدارته إدارة شؤون الكرة المصرية لأربع سنوات قادمة وفي آخر لحظات عمل المجلس المنقضية ولايته برئاسة الأستاذ جمال علام كان الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد ضيفا على الزميل إبراهيم فايل الحقيقة أبو الوفا تكلم حتى أراك لأنه يمكن الحاجة الغريبة جدا اللي قالها عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إنه الأهلي مسؤول عن أزمة أو مشكلة عدم استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا عشرين اتنين وعشرين في القاهرة البطولة اللي اتعاملت من مباراة واحدة واللي اتلعب النهائي بتاعها في الدار البيضى للأهلي مع الوداد المغربي وبالطبع فاز صاحب الأرض وفقد الأهلي فرصة إحراز لقب كان يبدو قريبا منه أنت بعد كل ده تحمل الأهلي المسؤولية نسمع أبو الوفا الأول وبعد كده نتكلم مجلس إدارة الاتحاد في قفص الاتهام لأنه أخفى خطاب ترشح مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا عشرين اتنين وعشرين مما تسبب في ضرر على الأهلي باللعب أمام الوداد في المغرب وسط جماهيره رد حضرتك لا هو مجلس الإدارة لم يخفي وأن لجنة الوزارة لما فحصت هذا الأمر برضو هي حملت النادي الأهلي جزء من الخضاء وكان النادي الأهلي وإدارة الاتحاد خصوصا أن الاتحاد برضو كان في بداية وليته وإن كان في حدث خضاء فالوزارة جات فحصت الموضوع تماما وهذا الأمر بعيد كل البعد عن مجلس إدارة الاتحاد مين اللي مسؤول عنه اللي هو بعيد عن مجلس إدارة الاتحاد هو تقرير الوزارة جاء وطلع بيان كامل بالمسؤولية الكاملة والنادي الأهلي تتحمل جزء من المسؤولية برق ما هي المسؤولية الوقع عن النادي الأهلي وإيهه المسؤولية الوقع على التحاد الكتر من وجهة نظر حفر يعني الاهلي أخطأ في هو الخطاب جايه الاهلي مشافوهوش فالهلي جزء اللي هو وقع عنه بن وجهة نظر حفر قول اللي الوزارة قالت اللي الأم مش فاكرة شابه كده لا الوزارة تقرير الوزارة لو حضرتك سراشت عليه أنا طبعا مش فاكر بعتهولي حالا يا شباب لكن الجزء الأخير في تقرير الوزارة حمل النادي الأهلي جزء من المسؤولية طيب ما عندكش حاجة تقدر تقولها فيما تعلق لا هو أنا متأكد منه أن مجلس إدارة الاتحاد لا يسأل عن هذا الخضأ نهائيا مجلس إدارة الاتحاد في قفص أنا بس أعايز الأستاذ أبو الوفا يعني الحقيقة هو أجاب عن أمر وكأنه لا يريد أن يقول حقيق أو لا يعلم فإن كنت لا تعلمها مصيب وإن كنت تعلمها وتريد أن تخفيها هو قال حاجة بس عنده حق فيها هو اللي تعاد ما أخفاش الخطاب هو ما حدث أخطر بكثير من إخفاء الخطاب لأن هما الأوليكي عايزين يتعاملوا مع الموضوع النساء من أحد الموظفين ولكن أن الخطاب يتدمن ست فقرات أهمها موقف الاتحاد والنادي الأهلي أو الأندية المصرية من رغبتهم في صدافة الحدث ده أهم فقرة فلما الجواب يروح للوزارة تتشل منه الفقرة دي يبقى هنا ما فيش إهمال هنا نتعمد إخفاء خلينا أشرح لك اللي حصل وقتها الاتحاد الأفريقي بعت للاتحاد المصري شأن كل الاتحادات أعضاء الكاف الأجندر تاعت المسابقات اللي جاية سبع أحداث الشاطئية الصلاة الناشئين التصفيات الأولمبية ونهاء دور الأبطال من مباراة واحدة اللي حصل هو طبعا الناس مشيت ورا كلمة الجواب وإخفاء الخطاب هو كان إيميل متضمن السبع إيفنتات اللي جايين أنتوا هتمظموا كل اتحاد اللي عايزوا منها اتحاد الكرة بعت للوزارة الست أحداث اللي شايف أنه يقترح أنه مصر تقدم طلب استضافتهم شاء حط الستة وشال نهاء دور الأبطال إذن تم حسف نهاء دور الأبطال من الخطاب اللي طلع من اتحاد الكرة لوزارة الشباب والرياضة يعني الاتحاد بيقول مش عايزين ننظم نهاية دور الأبطال لأن في البداية كان الاتحاد عايز يرميه على الوزارة المسؤولية على الوزارة الوزارة طلعت الجواب فالوزارة قلت لهم أنتوا مبعبتوا ليش خالص من الأساس أن ممكن ننظم الحدث في مصر عشان نبتدي كوزارة نقول لكم سألوا الأندية وبعدين احنا نقول لكم ممكن ولا مش ممكن فالموضوع عصلا لم يرسل ده اللي خل الوزارة استاعت من هذا الموقف المريب قلت لها بقى تعالوا الحقق ونشوف مين المسؤول بتقولوا الوزارة عمل التحقيق عملت لجنة الحقيقة رفعت المستوى تقص حقائق للموضوع بالكامل وخلصت وقتها في تقرير رسمي أصدرته وزارة الشباب والرياضة في بيان حملت فيه اتحاد الكرة مسئولية أزمة نهاية دور الأبطال اللي انتهى بفوز الوداد أبرز وأهم ما فيه في البيان الرسمي من الوزارة المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهاية دور أبطال أفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للإختصاصات أو الإختصاصات الاتحاد تعال نقف هنا بس يا سادة بالوفاة فيه أوضح من كده حاجة إن بيان يطلع من لجنة مكلفة بالتحييب في الأمر ومع الاتحاد ومع مسئوليه وتطلع بهذا الوضوح والمباشرة إن أنت المسئول الأول فين النادي الأهلي جبتها من نادي أنت جبت النادي الأهلي إن الوزارة حملت النادي الأهلي على فكرة أنا كنت الأول حاخدها بحسن النية إن الرجل مش عارف لكن هو برده ده ده أدان الاتحاد بالكامل أن تذكر وتغير من الحقيقة عندما ينقشك أحده وتظن إن الناس نسيت أو مش هتعرف تجيب الحقيقة أو مش هترجع لأصل الأحداث فتقول الوزارة حملت النادي الأهلي يبقى ده مع صبق الإصرار والتراصد والمكابرة إن فيه مش غلط بقى إن فيه تعمد إن النادي الأهلي ما يخدش هذه الفرصة وإنه كمان ما اكتسبش الحق في إن تظهر الحقيقة لأن لو تذكر أستاذ إبراهيم كان عتابنا على الوزارة وقتها إن الوزارة اكتفت بإنها شورت إنه المدير التنفيذي موسول هو هو المسؤول وهو اللي ما عملش كده وثابت للاتحاد ياخدوا الكرة وعلى فكرة اتحاد الكرة نفسه لما قال ما اتعرضش علينا كان فيه جزء من الحقيقة اللي اتعرض عليهم جواب ما فيهش الصدافة الأندية واخد بالك فما يسأرش بقى الاتحاد هو أنا كاتحاد إزاي تدلس عليها تبعتلي جواب مبتصر مختصر الاتحاد حتى ما خدهاش في شكله في شكل احترام الناس لمجلس إقدارة إن يمضي قال لك الستاذ جمال علامة ما كانش عارف إنه مضى على الورق اتحطي له كده فاكتشف إنه مضى عليه إذن الأمر كان واضح جدا المسؤولية الوزارة شورت على الإدارة التنفيذية في اتحاد الكرة والحقيقة مجلس الستاذ جمال علام كان أضعف من إنه هو يشير للمدير التنفيذي رغم وضوح المسألة ورغم التحقيقات اللي أظهرتها اللجنة المختصة من الوزارة وتحديد المشؤولية بهذا الوزارة كويش قوي بس كويش قوي هنقول إنه فيه حاجات أكبرته لكن إنه يطلع عيده مجلس دارة يتبرق ويرميع على الأهل يغير حقيقة لا ده فيه حاجة أكبر من هذا الأمر صحيح طيب في هذه الأزمة اطلع الكابتن محمود الخطيب وبكل حاسم على منصة التتويج مع انفانتينو ومع المتسب وقال لهم نوت فير اللي حصل نوت فير وكانت الكلمة واضحة وقوية إلى درجة إنه دفعت الاتحاد الأفريقي إنه يعدل عن نظام الفاينال من مباراة واحدة ويرجع يلعب الفاينال من مبارتين بسبب فعلا الرأي الواضح والصريح وشعورهم إنه الأهل تظلم على فكرة ده مش آخر حاجة في مواقف رئيس النادي الأهل الحاسمة لكن الخطيب ولحظات الحاسم كانت مهمة جدا في مواقف عدة ومختلفة الخطيب ولحظات الحاسم تقريبا مع كل تفاوض أو كل موضوع يكون الأهل طرف فيه شفنا أيام موضوع رمضان صبحي وإزاي كان الكلام واضح وصريح وحاسم كابتن سيد عب حفيز الشي بشي يذكر كان مع الزميل مهيب عبدالهادي تذكر الموقف الحاسم لكابتن الخطيب في مفاوضات ريني فايلر المدرب السويسري للآلي لما رغب فايلر في أنه يسافر ويشوف الموقف هيعمل إزاي كان الحديث عن مفاوضات الزمالك لمحاولة إبقاء جوزيجو ميز البرتغالي قبل ما ينتقل للفتح السعودي تذكر سيد عب حفيز لحظات الحاسم والقرار الحاسم من الكابتن خطيب نشوف أنا كان عندنا في موسم 20-20 اللي هو بتاعة القضية ممكن ده كان يوم واحد عشرة كان فيه اجتماعي يوم 25 أو 26 تسعة وفايلر كان عنده رغبة أنه يمشي وإحنا كان عندنا يوم 17-10 مبارا مع الوداد المغربي وبعدها بأسبوع مباراة العودة السيم فاينل فالأمور طبعا رايحة في اتجاه أنه احنا هنلعب بالوداد وبعدين النهائي والأمور كنحية فنية هتبدأ تبقى مش مستقرة فكان فيه اجتماع على الحقيقة من أقوى للاجتباعات احنا بس منقوله دلوقتي عشان ممكن المقارنة مش مقارنة يعني رحيل جونيز يعني مقارنة بس يعني الشيء بشيء يسكر تمام فالحقيقة كان فيه مواجهة كانت قوية جدا جدا كان موجود فيها لجنة تخطيط وأنا وكادت الخطيب مع فيلر وعادنا معا وهو قال الراجل أنه عنده رغبة أنه يسافر وبعدين ياخد القرار من هناك فكاد الخطيب الحقيقة كانت مواجهة من أكتر المواجهات اللي أنا استفدت منها حتى على المستوى الشخص كمواجهة في إنهاء عقد أو إنهاء عمل بما لا يضر النادي وفي نفس وقت تستفد منه فالراجل كان بيتكلم بيقول إنهنا يعني أنا محتاجة أعود مع أسرتي ودحقه فيش مشكلة لكن التوقيت ده كان فيه مشكلة كبيرة جدا 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 ممكن تحصل فنيا يعني فقال له أنا همحتاجة إنه أنا عاود مع أسرتي وبعدين نتكلم مع بعضها تشارم معها وزوجته وأسرته كامل وبعدين ناخد القرار فكان الرد كابتن الخطيب في الصراحة كان أعجبني جدا قال له يعني أنت هتروح سويسر وبعدين تتكلم مع أسرتك بعدين تاخده قرار أنا عندي ماتش سيمي فاينال بعد 17 اليوم ولا 18 اليوم يخص 70-80 مليون مصري وأنا أولهم فاستنى لحد ما تشوف 23-45 وإنت مسافر وفرق بتتمرن هنا فممكن تيجي زوجتك النهاردة النهاردة وتاخد قرار النهاردة لكن لو خرجت بره أو ركبت طيارة خلاص ده هتبر أنت مش معاني هنا هذي المواقف اللي فاشو صال بتبقى لك النادي الأهلي وعشان كده أنا دبالي حتى ما يقولوا إيه الأزمات والاستقرار لا الاستقرار عندك أنت في نظامك أنت مش براك مش حد يسيبك مش حد يأمل لك مفاجأة يعني غير متوقعة فالكابت خطيب يعني لو ركبت الطيارة أنت مش معاها تاني بيقوله هروح هروح وانا والماتش اللي بعد أسبوعين ده المصيري مرتبط به باهتمامات ستين سبعين مليون مواطن وأنا منهم أنت جاي تقولي أنا جايب لك زوجتك النهاردة وحسموا الأمر النهاردة أنت معانا وللا لكن لو ركبت الطيارة هذا معناه أنك مش مش هترجع يعني أنت كده خدت القرار عطا ندرب أو بتقولك إن ده سيستم أيوه إن دي قناعة إدارية القوة بوضوح إن قناعة إدارية وانت تتعودش تحسب أنا حقصر إيه وأكسب إيه فربنا وفقك وتختار البديل وتكمل وتنجح وفي المشوقة تختار البديل كابتن خطيب وقتها في قرار الناس كلها اندهجت لأول مرة مدرب من الجنوب الأفريقي للشمال أيوه بيذكرني ما دورني جه هدوري في إنجليزي لأ إنجليزي إيه ليلة الانتخابات ماشي في كابتن صالح بيقول لنا ده ماشي قلت له طب بعدين وقفت لهم ما تقول له تستنى شوية قال لي لأ عينت مين جابت كابتن السايس مدرم تحت 14 سنة عمله الفريل الأول ها ده يدلك على إيه المدرسة بتكمل يبقى عندك شخصيات قوية واسق تاخد الخرارات القوية ها واخيره ما هو كابتن خطيب ها هو اللي ما عدش يفكر في احتمالات ممكن تخليع تردد ها حاس كابتن حسن القف 17 لعب وندخل على لعب الزمال في دور الثمانية في كاس ماس ما فكرتش ده يا جماعة ثقافة ده اللي بنقول ده مدرسة مدرسة وثقافة ومورصات وفي الآخر حبوا الآله كما وجدوه وحفظوا على تراثه كابتن ساد عب حفيظ في بقية الفيديو ده قال لك أنا سألت كابتن خطيب بعدها قال لي استنتاجك يا سيد قال له استنتاجك يا كابتن انت علمتيني درس قوي جدا في الحسب مع الراجل وقد كان القرار بهذه القوة وهذه الحدة وهذا الوضوح حفاظا على الفرح مع أنجح مدير فني بيعتبرون ناس داخل النادي الآله لحد طبطب ولا حد قال له معلش عشان خطيرنا وخليك معنا شوية طب نتكلم مراتك طب ماش كل الكلام ده لا انت اللي لازم تكون حريصا على ان انت تستمر في النادي الآله لو ركبت الطيارة انت مش معنا دي مش بتقول لك برضو ان دي ثقة منك في نفسك وفريقك ونظامك طبعا ما الاسقة دي هاي اللي بتخليه تكون اتخارات قوية وعارف دي اللي بتخليك ايه اه زين النوادي طبعا